تجارة الجملة حلقة مهمة في سلسلة المهنة المرتبطة بالصيد البحري تنظم هذه التجارة بواسطة قانون توجه له مجموعة من الملاحظات من طرف المهنيين خصوصا ما تعلق منه بالعقوبات الجزرية والغرامات المالية ولتعريف المهنيين بمضامين هذا القانون نظمت الفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة جولة بعدد من المدن الجنوبية بينها مدينة الدخلة روبرتاج زكريا أيت عبد المشيد ونزار بحوت تجارة السمك بالجملة حلقة مهمة في سلسلة إنتاج هذه الثروة البحرية فتاجر الجملة هو أول زبون للبحار وبعده تبدأ مراحل التسويق الأخرى محورية هذا الدور احتاجت إلى القانون 14-08 الذي ينظم القطاع والذي يسجل المهنيون ملاحظات كثيرة عليه تتبع لحد الآن ما زال بقي يعتبر إشكالية لأنه ما زال ما تفقنش على الصيغة النهائية لإخراجه لحيث تتبق ثم العقوبة التي كانت هي عقوبة زجرية كبيرة بزاف لا يمكنك التاجر المتوسط أو التاجر الكبير يتحمل لعقوبة الزجرية لأنها تقريبا ما بين 50 ألف تل 500 ألف درام حسب يعني العقوبة التي كانت فهذا لا يتمشى مع واقع المهنة إطلاقا المواد خمسة وعشرون وسبعة وعشرون واثنتين وثلاثون ما تزال موضع نقاش بين المهنيين والوزارة الوصية لكن الحوار هو الكفيل بإيجاد الصياغ الملائمة فعلا قمنا بتعديل واحد لعادة دي المواد خاصة ما يتعلق سجل تتبو وتبسيط الحصول إلى البطاقة المهنية كذلك المادة ربعة خاصة ما يتعلق في البيع الثاني ولكن باقي بعض المواد التي يمتفق عليها بخلال محاضر الموقعة ما زال ما تحسمش فيها وما زال ما تحسمش في تعديدها من طرف الوزارة الوصية نحن نطالب اليوم هو أن الوزارة الوصية أنها المحاضر التي تم توقعها تفعلها إضافة أنها توقع معنا المحاضر المقبيلة كذلك لدينا مشكلة الخر لخصوص يمشي بتوازي مع القانون دي 14-8 وقانون 15-12 المتعلق بتتباع المصايد رغم محاولاتنا المتكررة لم يتسنى لنا أخذ رأي القطاع الوصي في الموضوع ويبقى الحوار على أرضية المقاربة التشاركية هو الكفيل بإيجاد حلول للإشكالات المطرو